أقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ملف الإيجارات القديمة بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستجر وفي مستهل الاجتماع أشار مدبولي إلى أن هدف اجتماع اليوم هو فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة وهو ملف الإيجارات القديمة وفي هذا الصدد أكد مدبولي ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية بهدف الوصول إلى صيغة عادلة وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي وقال مدبولي موجيا حدثه لممثل مجلس النواب والشيوخ إن هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها ولكنها قضية رأي عام مؤكدا ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة التاريخية وخلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجلة المشتركة من الجانبين بهدف العمل على صيغة مشروع قانون يتم طرحه أولا على الرأي العام بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه قبل إقراره من البرلمان وأشار رئيس الوزراء إلى موافقة مجلس الوزراء نهاية نوفمبر الماضي على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكانية وهي خطوة في هذا الملف ترجمة نانسي قنقر